السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثاني عشر النهاردة ان شاء الله هنشرح مادة الرياضيات التطبيقية ونحل مع بعض اختبار العام الماضي اللي هو عام 2020-2021 طبعا زي منتوا عارفين ان العام ده كان فيه اسئلة للفصلين الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني ولكن احنا ان شاء الله النهاردة هنحل اسئلة الفصل الدراسي الاول فقط تابعوا معايا الفيديو ده بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد طلاب الصف الثاني عشر طبعا قبل ما نبدأ في الشرح انزلوا اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ولنا رأيكم في التعليقات بعد ما نخلص الفيديو ده عايزين نيكمل مع بعض في المراجعات ولا لا في البداية طبعا لازم تعرفوا ان في الرياضي التطبيقية في جزء حفظ لازم تحفظوها عشان تقدروا تجاوبوا الاسئلة اللي موجودة عليه وطبعا الاسئلة دي بتيجي في اختر وبتيجي في الاسئلة المقالية يلا بينا نشوف مع بعض كده ونشوفها نحل ازاي السؤال الاول معايا بيقول تعتبر خطة تغيير زيت المحرك المركبات في فترات محددة احد اشكال ايه هل هي احد اشكال التصويق ولا الصيانة الوقائية ولا الجودة ولا الاخطاء الصناعية طبعا هنا بيقول لي تغيير زيت المحرك طب انا بغير زيت المحرك ليه عشان اعمل صيانة للسيارة يبقى اكيد الموضوع ده تبع مين تبع الصيانة الوقائية السؤال اللي بعده ذهبت سعاد لشراء احتياجات البيت الشهرية واشترت منتجات عليها تخفيضات محددة لم تكن ضمن قائمة الشراء خلي بالكم من كلمة لم تكن ضمن قائمة الشراء يصنف هذا النوع من الشراء بايه خلي بالكم كل نوع من انواع الشراء لو ميزة محددة فمثلا هنا كاتب لم تكن ضمن قائمة الشراء معنى كده انه ما كانش فيه تخطيط مسبق ان هي تشتري الحاجات دي فبالتالي ده هيكون على طول شراء اندفاعي اي شراء بيكون غير مخطط له هو شراء اندفاعي زي بكاء الطفل على سلعة او لعبة معينة فالاب يشتريها او زي مثلا ان يكون فيه تخفضات مزهلة فاقرر لان اشتري حاجة ما كنتش مخطط لها من قبل هذا يسمى شراء اندفاعي ولكن فيه انواع اخرى زي الشراء المتكرر وده الحاجة اللي انت بتشتريها باستمرار زي العصير زي الالبان وهكذا زي معجون الاسنان فيه شراء المحدود اللي هو الشراء اللي انا بشتري حاجة بتعمل الى فترة زمنية محددة زي مثلا المكيف هاتف وفيه الشراء الموسع اللي انا بلشتري به حاجة كبيرة بقى زي مثلا بيت او بشتري مصنع او بشتري ارض زراعية او بشتري ارض اه ابني عليها اللي هو الشراء الموسع اللي بيكون تكلفته كبيرة فبالتالي انواع الشراء مهم جدا لازم تعرفوها لانه بيجي عليها اسئلة في الاختبار محل التجاري يبيع نوع معين من اللحظية بسعر 20 ريال فاذا كان المبلغ المضاف خمس ريالات فانه نسبة المبلغ المضاف على سعر التكلفة الى سعر البيع كم تساوي? طبعا هنا في قانون قانون بيقول ايه? ان انت لو عايز تجيب نسبة المبلغ المضاف يبقى لازم تقسم المبلغ المضاف اللي هو خمسة ريال على سعر البيع لانه قال لي الى سعر البيع يبقى لازم مقسم على سعر البيع اللي هو عشرين ريال لانه قال لي يبيع يبيع نوع معين من الاحزية بسعر عشرين ريال يبقى انا هقسم المبلغ المضاف على سعر البيع واضربه في مية في المية ده القانون وبعدين بطلع النادج بالآلة هتطلع الاجابة خمسة وعشرين في المية يبقى انا اختار من هنا خمسة وعشرين في المية طبعا القوانين بتكون موجودة في اخر الورقة ممكن ترجع لها وتشوف القانون بنفسك تعالوا تشوف السؤال الرابع معنا يبحث شخص عن عمل في القطاع الخاص فوقد اعلانا عن وظائف لدى ثلاث شركات يبقى عنده كم شركة ثلاث شركات وكل شركة لديها وظيفتان تنطبق عليه الشروط فان عدد طرق اختيار الشخص لوظيفة واحدة طيب هنا ده مبدأ العد كيف عرفنا انه مبدأ العد طالما عنا عندي تجارب مختلفة يعني مسلا عندي تجربة الشركات وتجربة الوظائف عندي ثلاث شركات وعندي وظيفتين يبقى على طول من استخدام المبدأ ان انا بضرب على طول تلاتة ضرب اتنين تكون الاجابة ستة وممكن امثلها بطريقة الشجرة ان انا عندي تلات شركات فبقول الف وباق وجيم دي الشركات التلاتة وكل شركة عندها وظيفتين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين فهنلاقي ان هنا عندي عدد الوظائف ست وظائف اللي هو طبعا تلاتة ضرب اتنين بالطريقة السريعة ان انا بدرب التجربة الاولى في التجربة التانية انتبهوا المبدأ العد ده لانه بيجي كتير في الاختبارات اعد معلم الرياضيات التطبقية اختبارا يتكون من 15 سؤال واراد من الطالب اختيار 10 اسئلة يعني الطالب هيختار 10 اسئلة لحلها فان العملية الرياضية المعبرة عن طرق اختيار الطالب للاسئلة هي طبعا العملية الرياضية هنا بتكون اما مبدأ العد وده لما بيكون تجرب مختلفة زي السؤال اللي فات ان في عندي شركات والشركات لديها وظائف فبضرب ضربه مباشر او بيكون الاختيار اختيار مرتب وده بيكون عملية تسمى عملية التبديل زي مثلا لما يكون عندي 15 طالب واختار منهم رئيس ونائب رئيس فهنا ده اسمه تبديل لان الاختيار هنا مرتب في رئيس وفي نائب رئيس او ان انا عايز اخليهم يجلسوا على كراسي الكرسي الاول الكرسي التاني ولكن في اختيار اخر يسمى اختيار عشوائي زي السؤال اللي احنا بنحل دلوقتي انا عندي 15 سؤال وعايزين نختار 10 اسئلة طبعا الاختيار هنا اختيار عشوائي يعني اي عشرة اسئلة فده يعبر عنه بالتوافيق التوافيق اللي قدامكم دلوقتي 15 فوق 10 يبقى انا اختار مين اختار التوافيق لازم تعرف هل السؤال بتاعك بيدل على التبديل اللي هو الاختيار المرتب ولا بيدل على التوافيق اللي هو الاختيار العشوائي ولا السؤال بتاعك بيدل على مبدأ العد اللي هو ان انا بضرب عناصر التقربة الاولى في عناصر التقربة الثانية تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده سؤال السادس بيقول إذا كان ستة لم تلاتة بيساوي تلاتين سين فإن قيمة سين بتساوي كم طبعا أنا ممكن أحلي السؤال ده بأكتر من طريقة أول طريقة أن أنا ممكن أجيب قيمة ستة لم تلاتة بالآلة طبعا عندي فيه زر في الآلة اسمه NPR وغالبا بيكون في بعض الآلات عند علامة الضرب فممكن أعمل إيه بكتب طبعا ستة في الآلة وبعدين شفت NPR وبعدين أضغط على رقم تلاتة في بيطلع لي القيمة والقيمة هي 120 بعدين بقول 30 سين بتساوي 120 وبعدين نقس منها على 30 كمعادلة وقس منها على 30 التلاتين تروح يبقى السين تساوي 120 على 30 بتساوي 4 يعني الإجابة هتكون السين ب4 طبعا دي الطريقة الأولى فيه طريقة تانية بدون استخدام الآلة أن أنا بفك ستة لم تلاتة يعني ستة لم تلاتة يعني تلات أماكن أبدأ بالستة وبعدين ننقص واحد تبقى خمسة وبعدين ننقص واحد تكون اربعة كده انا عندي تلات اماكن ستة ضرب خمسة ضرب اربعة بتساوي تلاتين سين ممكن طالب يقول يا استاذ الستة في الخمسة دي بتساوي تلاتين صح نعم تلاتين ضرب اربعة بتساوي تلاتين سين اشتب التلاتين دي مع التلاتين دي يبقى السين بتساوي كام يبقى السين بتساوي اربعة فدي طريقة اخرى طبعا الطريقة اللي تعجبك حل بها ما فيش اي مشكلة عدد الاعداد الممكن تكوينها من ثلاثة ارقام خلي بالكم من سؤال تكوين الارقام ده هو قال لي هنا كون ثلاثة ارقام يبقى انت هتعمل ثلاث مربعات او ثلاث اماكن طبعا انت عندك الاماكن دي بتكون احد عشرات مئات بيقول لي الارقام دي مختلفة وده معناه ان الاحتمالات بتقل يعني مثلا انا عندي هنا ست احتمالات فيكون مثلا المربع الاول ده ست احتمالات المربع اللي بعده بيكون خمس احتمالات المربع اللي بعده بيكون اربع احتمالات وده ليه لانه قال لي مختلفة مختلفة يعني الاحتمالات بتقل هنا قال وتقبل القسمة على اثنان يعني ايه تقبل القسمة على اثنين يعني العدد زوجي يبقى معنى كده ان الاحد لازم يكون زوجي والزوجي هنا اللي هو الاربعة والستة والتمانية يعني انا عندي تلات احتمالات للاعداد الزوجية يبقى انا هكتب هنا تلاتة تلات احتمالات حلوة جدا طيب والمربع اللي بعده المربع اللي بعده ما عندهش اي شروط العشرات ما عندهش اي شروط فبالتالي المفروض ان انا اخد كل الاحتمالات اللي هم كان احتمال ستة ولكن هو قال لي مختلفة يبقى الستة دول لازم يقله ويكونوا خمسة بعدين هيقله مرة تانية ويكونوا اربعة انا ما عنديش شروط على العشرات وما عنديش شروط على المئات الشرط الوحيد اللي موجود انه يقبل القسم على اثنين وده معنا انه العدد زوجي يعني الشروط على الاحات فقط لو كان ما في شروط عند الاحات كنا هنضع مكانها ستة يعني ست احتمالات كاملين واضح كده بعدين بضرب الناتج وطلع الاجابة ثلاثة ضرب خمسة بخمستاشر خمستاشر في اربعة بستين يبقى الاجابة النهائية ستين اول سؤال معنا في الاسئلة المقالية بيقول اكتب العنصر الرئيسي المناسب من عناصر الترويج عناصر الترويج طبعا هي الاعلان وفيه ترويج المبيعات وفيه العلاقات العامة وفيه البيع الشخصي وفيه كمان حاجة اسمها البيع المباشر او الالكتروني هنا المطلوب ان انا اقرأ العبارة وابدأ اصنفها هي اي واحدة من دول تعالوا نشوف العبارة الاولى وجد خالد في هاتفه المحمور رسالة نصية تتضمن عروضا لعمليات الليزر للعيون بمناسبة العيد الوطني واضح جدا ان الرسالة دي هي رسالة ايه رسالة اعلانات لانه عبارة عن عرض يرسل للناس كلها اتصال جماهيري يعني انا برسل رسالة لناس كترة جدا فيها العرض ده يبقى ده على طول هيصنف على انه الاعلان اما العبارة التانية بتقول عرض لفترة محدودة استرجع خمسين في المية من قيمة مشترياتك يقدمه مركز تسوق للملابس الجاهزة هنا العرض ده عبارة عن ايه عبارة عن عرض موجود في المحل حلو جدا العرض ده بيقول استرجع خمسين في المية من قيمة مشترياتك يبقى على طول ده يصنف على انه ترويج مبيعات ليه ترويج مبيعات لان ترويج المبيعات فيها الخصومات وفيها التخفضات وفيها انه ياخد سلعة مهدية سلعة مجانا وفيها انه ياخد مثلا سحبات وكوبنات ومصابقات فده كله يسمى ترويج المبيعات وممكن برضه ترجع للكتاب وتشوف ترويج المبيعات وايه العناصر اللي بيحتويها المهم هو انت بتقرأ لازم تفهم العبارة دي تصنف تبع اي قسم بالزبط هنا ده سؤال الفاتورة وده سؤال مشهور جدا سؤال الفاتورة بيتكرر في كل الاختبارات ولازم تنتبه اليه اهم شيء في سؤال الفاتورة هي شروط الدفع لازم تنتبه لشروط الدفع وتفهمها وكمان مبلغ الجملة بتاع الفاتورة اهم شيء الجملة وليست الاصناف الموجودة لا الجملة ولو اعطيك كمية معينة مثلا من شيء يعني مثلا بيقولك اربع كراسي والكرسي بخمسة وثلاثين لازم تضرب اربع بخمسة وثلاثين عشان تجيب الجملة ده في حالة لو كانت الجملة مش موجودة يبقى اللي يهمك المبلغ الاجمالي للفاتورة ده المهم جدا المبلغ ايه المبلغ الاجمالي لو مش اعطيك المبلغ الاجمالي لازم انت تجيبه ولو اعطيه لك خلاص الامور تمام تعالوا بقى نفهم شروط الدفع دي اول رقم هنا اللي هو الاربع ده يدل على الخص يعني اربعة هي اربعة في المية خص لمدة كم يوم خلال خمستاشر يوم خلال خمستاشر يوم يبقى انت كده عرفت ايه عرفت ان الرقم الاول ده هو الخص خلال كم يوم خلال خمستاشر يوم يعني اذا سدد الفاتورة خلال خمستاشر يوم لازم ياخد تخفيض اربعة في المية وبعد كده بيقول لي صافي تلاتين يعني ايه يعني بعد الخمستاشر يوم لحد تلاتين يوم صافي صافي يعني يدفع المبلغ نفسه مفيش اي تغييرات ولكن لو اتأخر بعد تلاتين يوم هيدفع غرامة سبعة في المية والغرامة بتكون مكتوبة صراحة سبعة في المية غرامة تأخير بعد ثلاثين يوم انما الرقم الاول ده هو مش مكتوب صراحة ولكن انت لازم تفهمه اربعة يعني اربعة في المية تخفيض لمدة كم يوم خمستاشر يوم يعني اللي بعد الشرطة الميلة دي هو الايام خلي بالكم من نقطة دي طب تعالوا شو بقى السؤال السؤال بيقول ايه بيقول احسم المبلغ الذي سيدفعه الزبون خلال اسبوعين انتوا عارفين ان الاسبوعين الاسبوع سبعة ايام يبقى الاسبوعين سبعة في اتنين باربعتاشر يوم يعني هو سدد خلال اربعتاشر يوم بمعنى كده هياخد ايه هياخد تخفيض يبقى نقول هنا يحصل على خصم كم في المية اربعة في المية طب عايز احسم المبلغ المدفوء يبقى المبلغ يساوي في طريقة سريعة ان انا اقول المبلغ الكل اللي هو الف وربعمائة ريال ده بما انه خصم هقول ناقص الف وربعمائة ريال مرة تانية ضرب النسبة اللي هي اربعة على مية وبعدين باستخدم الالة وبطلع الناتق طبعا هي الف وربعمائة الاولى هتنزل ناقص اضرب دي طبعا بالالة هتطلع الاجابة ستة وخمسين وبعدين اطرح طبعا واطلع الناتق فهتطلع الاجابة الف تلتمية اربعة واربعية السؤال اللي بعده بيقول لي بعد خمسة وتلاتين يوم خمسة وتلاتين يوم يعني تجاوز تلاتين يوم وبالتالي طالما تجاوز التلاتين يوم يبقى هياخد غرامة يبقى هنا يحصل على غرامة كم الغرامة سبعة في المية مكتوبة فوق غرامة سبعة في المية يبقى انا هقول المبلغ دلوقتي هيكون هيكون الف واربعمائة ريال ايضا ولكن المرة دي زائد لان دي غرامة زائد الف واربعمائة ضرب سبعة على مية ونطلع الناتج طبعا الالف واربعمائة الاولى هتنزل زائد ونضرب دي بالالة هتطلع تمانية وتسعين ريال نجمعهم يبقى 1498 ريال يبقى الموضوع بسيط جدا انت لازم تعرف هل هو بيحصل على تخفيض ولا بيحصل على غرامة ولا صافي وده كل ما نقدر نعرفه من شروط الدفع اللي موجودة قدامكم دي الشروط الدفع دي مهمة جدا اقرؤوها جيدا ما تستعجلوا في القراءة سؤال الصيانة الوقائية من الاسئلة اللي منتشرة جدا في الاختبارات وبتجي كتير جدا في الاختبارات برضو ركزوا فيها عشان تفهموها بيقول لي قررت احدى الشركات الصناعية الكبرى اجراء صيانة لعدد 200 آلة يبقى انت عندك عدد الآلات 200 يبقى هنكتب هنا 200 ضرب بيقول لي كل 6 اشهر يعني ايه كل 6 اشهر السنة 12 شهر لو اسمنا 12 شهر على 6 اشهر هيطلع الاجابة 2 يعني ده معناه انه هو بيعمل صيانة في السنة مرتين يبقى انا هضرب المتين دي في عدد المرات اللي هو 2 بعدين بيقول لي فاذا كان مجموعة تكاليف الصيانة لهذه الآلات في الشركة هو 6400 هنا اعطاني المجموعة يعني الناتج طب يا طرى فين سعر صيانة الآلة المفروض انه طالما عندي عدد الآلات يكون عندي سعر صيانة الآلة طبعا هو هنا في السؤال بيقول احسب تكلفة صيانة الآلة معنى كده ان سعر صيانة الآلة مش موجود فلازم افرض انه هو سين سعر صيانة الآلة سين الناتج النهائي المفروض يطلع 6400 بطريقة بسيطة هنضرب طبعا 200 في 2 يطلع الاجابة 400 سين بتساوي 6400 ممكن اختصر الصفرين دول مع الصفرين دول وبعد كده اقسم هنا على الاربع واقسم هنا على الاربع الاربع تروح يبقى السين تساوي 64 على الاربع في الستاشر وبكده يبقى خلصنا الموضوع بكل بساطة التوافير بيقولي اذا كان سبعة فوق سين بيساوي سبعة فوق خمسة لازم تنتبهوا في قاعدة مهمة جدا اذا كان الرقم اللي فوق ده متساوي لازم تعرفوا ان السؤال ده له جابتين الاجابة الاولى ان اللي تحت هيكون متساوي ايضا يعني السين هتساوي الخمسة وطبعا كده المسألة انتهت لانه طبعا سين بتساوي خمسة ما فيهاش اي حاجة ان انا احلها طيب دي الاحتمال الاول طب والاحتمال التاني الاحتمال التاني ان الاثنين اللي تحت دول مجموعهم يساوي اللي فوق يعني اقول سين زائد خمسة بيساوي سبعة يعني اللي تجمع اللي تحت وتساويهم بالرقم اللي موجود فوق بعد كده بنحلها كمعادلة عادية الخمسة تروح الطرف التاني بعكس الاشارة يعني السين بتساوي سبعة ناقص خمسة يعني السين بتساوي اتنين يبقى انت اجده عندك اجابتين الإجابة الأولى سين بتساوي خمسة أو الإجابة التانية سين بتساوي اتنين تعالوا بقى نشوف السؤال ده إذا كان ميم زائد نون بيساوي اتناشا وميم لم اتنين بتساوي ستة وخمسين أو قط قيمة ميم ونون هنبدأ طبعا بالتبديل دي عشان نحلها ميم لم اتنين بتساوي ستة وخمسين يعني ايه ميم لم اتنين يعني الميم مفكوكة مرتين المرة الأولى هبتكون ميم ضرب المرة التانية بنقص واحد يعني بتكون ميم ناقص واحد كده مرتين اهو بتساوي ستة وخمسين ابدأ افكر الستة وخمسين دي كم ضرب كم يعطيني ستة وخمسين بس بشرط يكون رقمين متتاليين طبعا كلنا عارفين ان تمانية ضرب سبعة بتساوي ستة وخمسين كده انا عندي تمانية ضرب سبعة بستة وخمسين وميم ضرب ميم ناقص واحد بستة وخمسين يبقى على طول الميم لازم تساوي تمانية طلعنا الميم بتساوي 8 نعم يبقى اذا نعوض عنها في القانون اللي فوق اللي هو ميم زايد نون بيساوي 12 ميم زايد نون بيساوي 12 والميم ب8 يبقى 8 زايد نون بتساوي 12 تقدر تودي 8 الطرف التاني بعكس الاشارة يبقى النون بتساوي 12 ناقص 8 يبقى الاجابة هتكون 4 دي طريقة حل اولى في طريقة حل تانية نعم باستخدام القانون هقول ان الميم لم اتنين القانون بتاعها ايه? تعالوا نشوف كده التباديل ان انا بقول مضروب النون او مضروب الرقم اللي فوق ده يعني ميم مضروب على مضروب الطرح يعني ميم ناقص اتنين مضروب بيساوي 56 وبعدين ببدأ افك اللي فوق ده عشان اختصره مع اللي تحت يبقى فك اللي فوق اقول ميم بعدين ميم ناقص واحد بعدين ميم ناقص اتنين مضروب على ميم ناقص اتنين مضروب بيساوي 56 طبعا دي هتروح مع دي هتلاقي نفسك وصلت لنفس القانون اللي هو ميم ضرب ميم نقص واحد بساوي 56 وبعد كده تقول 8 في 7 ب 56 وبتقول ان الميم برضو بتساوي 8 ولكن القانون بيكون اطول شوية لو استخدمت هذه الطريقة بتحل بطريقة اسرع السؤال هنا بيقول اوغط قيمة صاد اذا كان 5 لم صاد بساوي 20 همطبق القانون هنقول مضروب الخمسة لان القانون طبعا بيقول لي مضروب النون يعني مضروب اللي فوق مضروب الخمسة على مضروب طرحهم يعني 5 ناقص صاد مضروب بيساوي كم بيساوي 20 في حركة حلوة لازم تعملوها اذا كان المجهول موجود في المقام هنا زي ما انتم شايفين كده قصاد موجودة في المقام ايه الحركة دي هنبدل ال20 دي تيجي مكانها والخمسة ناقص صاد تطلع فوق يعني نقول 5 مضروب على 20 بتساوي 5 ناقص صاد مضروب كده اصبح الموضوع افضل اصبح المجهول هنا لوحده تمام بعدين هنقسم دي بالقالة طبعا 5 مضروب 120 هنقسمها على 20 يديني 5 ناقص صاد مضروب طبعا انا 120 على العشرين فيها ال6 يبقى 5 ناقص صاد مضروب بتساوي 6 ال6 دي لازم نحولها لمضروب ممكن نحولها بالقسمة ال6 اقسمها على ال2 فيها 3 على 3 فيها ال1 يبقى اذا المضروب هنا هو مضروب 3 لان مضروب 3 هو 3 في 2 في 1 يعطيك 6 يبقى ممكن نشيل ال6 وقت المضروب التلاتة. وممكن تجربوا بالآلة طبعا واتطلعوا الناتج. كده اصبح المضروب بيساوي المضروب فنقدر نقول ان اللجوه ده بيساوي اللجوه ده. يعني خمسة نقصات بتساوي تلاتة. طبعا دي اقدر تبدل الصد تطلع لبرا والتلاتة تيجي مكانها يبقى خمسة ناقص تلاتة بتساوي صد. يبقى خمسة ناقص تلاتة باتنين يبقى الصد بتساوي اتنين. دي طريقة واستخدامنا هنا فيها طريقة القانون. في طريقة تانية نعم. خمسة لامصات بتساوي عشرين. طريقة اخرى دي. هنبدأ نقسم العشرين دي على الخمسة. يبقى عشرين على الخمسة فيها الاربعة. بعد ان الاربعة نقسمها على الاربعة فيها الواحد. هتلاحظوا ان العشرين هي خمسة في اربعة. يعني كم مكان مكانين. يبقى ازا الصد دي لازم تكون باتنين. دي طريقة. في طريقة تانية. ان انا اضرب الخمسة دي في اللي بعدها. من اللي بعدها طبعا اللي بعدها يعني اللي اقل منها بواحد يعني خمسة في اربع خمسة في اربع بكم بعشرين اذا طلعت الاجابة خلاص نتوقف يبقى خمسة في اربع بعشرين كده عندي كم مكان مكانين يبقى الصاد باتنين دي طرق سريعة للحل غير طريقة القانون فانت طبعا شوف الطريقة اللي تريحك وحل بيها مفيش اي مشكلة تعالوا بقى نشوف السؤال الاسبات المشهور اللي بيجي كتير في الاختبارات والطلاب بيخافوا منه ولكن السؤال سهل جدا تعالوا نجربه مع بعض هنا بيقول لي تمانية فقراء قسم التمانية فقراء نقص واحد بتساوي اربعة على خمسة اوجد قيمة راء احيانا بيقول لي اثبت واحيانا بيقول لي اوجد قيمة راء هي نفس الطريقة ونفس الحل وتعالوا نشوف عن حل ازاي اول حاجة التوافق لازم نفقها فبنعمل شرطة كسر وبعدين قسمة وبعدين شرطة كسر بتساوي اربعة على خمسة التوافق بيتفك عن طريق ان انا بعمل تلات اقواص قوس فوق وقوسين تحت نفس الموضوع هنا برضو قوس فوق وقوسين تحت لما اجا فوق بقول اول حاجة مضروب النون يعني مضروب اللي فوق اللي هو التمانية تنزل كما هي وبعدين مضروب الرأ يعني برضو تنزل كما هي تمام يبقى اللي فوق بينزل كما هو واللي تحت بينزل كما هو بعدين بنترحهم تمانية ناقص رأ ونكتبها هنا تمانية ناقص راء بنفس الاسلوب برضو التمانية تنزل كما هي والراء نقص واحد تنزل كما هي وبعدين نطرحهم ازاي نطرحهم بنقول تمانية ناقص راء زائد واحد خلي بالكم لما بنجي نطرح بنغير الاشارات اللي تحت دي يعني بقول تمانية ناقص راء زائد واحد مش ناقص واحد لا بقول زائد واحد ولو طرحناهم طبعا تمانية زائد واحد يدينا تسعة يبقى تسعة ناقص راء يبقى انا هكتبنا تسعة ناقص راء بشكل مباشر يبقى انا عملت الخطوات برة وكتبت الإجابة هنا عشان تكون المسألة أبسط الخطوة الثانية هي تحويل القسمة إلى الضرب والأولاني ده بينزل كما هو تمانية مضروب على راء مضروب في تمانية ناقص راء مضروب واللي بعد علامة الضرب بنقلبه يعني هيكون راء ناقص واحد مضروب ضرب تسعة ناقص راء مضروب على تمانية مضروب بيساوي أربعة إلى خمسة بعدين بيبدأ نختصر الأشياء المتشابهة تمانية مضروب تروح مع التمانية مضروب في حاجتان متشابه لا بس لاحظنا حاجة مهمة جدا إن دي راء مضروب و funded راء ناقص واحد مضروب هللاحظ إن الراء أكبر من الراء ناقص واحد بمقدار واحد يبقى ممكن نفك الراء أو ممكن نفكها يبقى الأولانية دي تنزل كما هي راء ناقص واحد مضروب والراء نفكها إن نقول راء ضرب راء ناقص واحد مضروب فكناها ليه? عشان يبقى في اختصارات يبقى الاولية دي نزلت كما هي والراء دي فكناها طيب تعالوا نشوف اللي بعده تسعة ناقص راء وهنا تمانية ناقص راء من الاكبر طبعا تسعة ناقص راء يبقى لازم نفكه يبقى نقول ضرب تسعة ناقص راء نفكها تكون بعديها تمانية ناقص راء مضروب وتحت طبعا تمانية ناقص راء مضروب بتساوي اربعة على خمسة بعد ما فكينا نبدأ نختصر الراء ناقص مضروب تروح مع الرأى ناس واحد مضروب والتمانية ناقص رأى مضروب تروح مع التمانية ناقص رأى مضروب هيتبقى التسعة ناقص رأى فوق وهيتبقى رأى تحت بتساوي اربعة على خمسة دلوقتي نعمل ضرب ايه تبادلي هضرب اربعة في رأى باربعة رأى بتساوي خمسة في تسعة بخمسة واربعين ناقص خمسة في رأى بخمسة رأى بعدين اود الرأى عند الرأى يبقى اربعة را زائد خمسة را بتساوي خمسة واربعين. واربعة را زائد خمسة را بيديني تسعة را. يبقى تسعة را بتساوي خمسة واربعين. بعد نقسم على التسعة. يبقى في الحالة دي الرا بتساوي خمسة واربين على التسعة فيها الخمسة. يبقى قيمة الرا بتساوي خمسة بكل بساطة. طبعا مسألة الاسبات دي مسألة مهمة ركزوا عليها وخطواتها سهلة لو اتبعتوها ما فيش اي مشكلة. بنمشي على نفس الاسلوب ده في كل المسائل. بكده يبقى خلصنا اسئلة الفصل الدراسي الاول في اختبار عشرين 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 واحد وعشرين لروح العام الماضي. انتظرونا في الفيديوهات اللي جاية بس عايز اشوف آآ لايكات كديرة على الفيديو ده. لو لقيت لايكات كديرة هنبدأ نحلل الاختبار اللي بعده ونشرح اكتر. وتابعوني على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.